السلام عليكم ان شاء الله كامسكنوا بخير والاخر يوم جيدكم فيديو جديد روتين جديد مع الروتينات التحفيزية والحماسية والتشجيعية دائما مع التحضيرات الشهر الفضيل نشمو الريحة ونديرو حناية نجيبو الريحة والبنات عرمضان حتى اذا مش مينهاش ومستبنيناهاش وكي العادة والعوايد نجيب لكم افكار مختلفة يعني تكون نفس نفس الفكرة لكن بطريقة مو غيرة للطريقة الاولى وهنا كل واحدة كيفاش تساعدها كان يتوالمها الفكرة الاولى كان يتوالمها الفكرة الثانية كان يتوالمها الفكرة اللي وراها وهي رايحة كل اخت وش يساعدها وش يخرجها اليوم ما عنديش خدمة بزعف يعني حواجه ما يتعبوش بصحراني قادة ونخمم باش نبدأ وباش نخلص نبدأ نضيب لغداء قبل ونبدأ بالضار قبل المهم تلموا في الحجر هذا تخلطت الموازين وعدنا ما نعرفوش منين نبدأ ومنين نخلصه قررت نبدأ قبل بالغداء هنا حطيت الكسرة حميرة تتعجني بزاف اخوات راهم يستنوا في ينديد لهم وصفة المطلوع بالتفصيل في العجنة باذنه تعالى هذا اليومين اذا حب ربي راح نحطها لكم وعد مني البنات نحطها لكم باذنه تعالى حتى واذا كنت حطيت فيديو من قبل عجنت المطلوع التاعي يعني المتتبعات الوفيات راهم حفظوا البصفة حفظوا الطريقة المهم عجنتها قرستها وخليتها تخمر خاصة انو مازال الحال شوية بارد ماهوش سخوم بزاف خليتها تخمر وروح تحليت هويت الدنيا كامل يعني هنا راح تدي وقت باش تتخمر لي وبديت نخرج الفراشات والطبيات الزرعبة هكا باش يتهوى وثاني باش تدخلي شمس للدار بما انو ما نشو نخرجو على الاقل نشمو شوية هو لاش تارانا في الدار وتدخل لنا الشمس حتى واذا ما خرجناش ما عليش المهم كي نخرجو هكا ننشرو الفراش ولا الزربية اني ما جيني ونتخايلو رواحنا باللي رانا نمشي وزع ما فطاك ما عليش لازم يكون عدنا خيال هكا باش نحيو ضغط الخاطر وانشرت ثاني قش وبدرع كنت غسلت هذا الدرع كانت فيها البنات شغول دبغلي شغول فسخلي دبغ معناها فسخ معناها حال يعني اللون تعو تحول المهم بما اني راني نستعمل مؤخرا في الكريستو وقلت لكم باللي كيت شريوها راح تقرأ وفيه طريقة الاستعمال ولي واش نستعملو والكيتو باللي نقدر نستعملو في الملابس البيضاء راح يخرجهم لكم بيوضة ما شاء الله نحالي هذك الدبيغة البنات ولا اللون اللي كان في الدرع نحاهولي ورجع الدرع كيما شريته من الأول نفس الشي بالنسبة لهذا اللي باس تاع البيجاما تاع احمد كان السروال لون وطريكو لون كانوا غسلوهولي في دارنا وحال يعني تبدل اللون تعوعة ودرجع كيما كان كيفاش نديل الكريستو في الدرع تعلغ السالة نجيها هذي ندرت الكريستو كمية قيس مغرفة معمرة ولا جوج مغارف ونجيها من هي ندرت الموتع الماشينا عادين ينغسلو به الملابس وكيما شتو النتيجة بالأيونتاكم يعني خسارة ما صورتهم لكمش كيفاش كانوا مقبل حتى اللي تريكو تبو راح يخرجهم لكم ولا أربع جربوا البناتور دولي الخبر يعني اللي عندها حاجة حالة من الحويش تحى ولا الفراش ولا ديري الكريستو ودعيلي معك بالخير انشرت القش اطبكت القش عليكم تعرفوا البنات القش والمعنى راه مزي بعضاهم ما يحبسوش وما يخلصوش هنا كنت غسلت القش دي جا من قبل نهار نورمال مو نهار من قبل أنا الماشينا نمشيها نهار نهار بنهار منمشيها شي يوميا غسلتها نهار قبل المهم ما كن فهمتو نهار غسلت ونهار ما غسلتش أنا يعييت نوصل لكم المعلومة المهم من البنات اللي هنا اطبكت القش نحيتو ليا من طريق قريت للكسرة دقيتها سايت تخمرت لازم نطيبها سنو يفوتها تطلع والساعة هذي كنحطها على الطاجين تتنفخ وتتنفخ وتعاود تهبط وتولي ليرقيقة والاخوات اللي سرالهم هذ المشكل مع الكسرة اعرفي باللي راه وفاتها تطلع يعني فاتها الخمر يعني خمرت 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 حتى نفات الوقت عاودت هبطت المهم المرة القادمة ان شاء الله نحن دي لكم الوصفة بالتفصيل حتى الاخوات اللي رامي يقولولي صورينا كيفش راكت لحيها في الطاجين راح نصورها لكم ان شاء الله راح نروحوا للخضار الخضار كنت شاركتكم باعدة طرق الاحتفاظ ولا الاستحفاظ بالخضار كيفش نحتفظوا بها في الثلاجة كل مرة كنت درت لكم ولا كنت ندير لكم طريقة مغايرة الطريقة اللي نديرها لكم من قبل اذا ما نسيتش يا لبنات لاني بسلامتي ننسى راح نخليكم الروابط ان شاء الله في صندوق الوصف الطرق الاخرى اللي كنت نخبي بهم الخضار هنا كيفش ندير راح نجيب الاكياس هذو تتجميد نجيب الخضار تعي بادمان مسحة اذا حبيتي تغسليها غسليها عادي خاصة اذا كانت الثلاجة تعيك من النوع الجيد ماهي جرح تفسدلك لخطر ان الثلاجة تعي مليحة ودائما نغسل الخضار تعي وما يفزدوليش شوفوا البنات كيفش درت حكمت ستفتهم هكا في الصاشي جبت سوشور على الجيهة هذية البنات مشي الجيهة منين نسوشوروا به الجيهة اللي راني نعتلكم فيها وتمشي سوشورتك عادي مايهمش سخون ولا برد مايهمش من بعدها تغلقي الكيس تاعك وتخلي فتحة صغيرة فقط قيس ما تجبدي بيها اللي هو من الداخل نتحصلوا على هذ الصاشي شوفوا البنات كيفش يكون هنا جبت لهوا من الصاشي هذي راح تشدلكم يا لبنات اكثر من اسبوعين راني نقولكم اكثر من اسبوعين يعني اكثر من اسبوعين راني جربتها من قبل ما عندكش هذ الاكياس راح تجيبي هذ الاكياس العاديين جدا وراح ندلكم طريقة اخرى يعني اذا ما ساعدتكش الطريقة تاع السوشور لخطر الصاشي هذي راهي رهيفة ورقيقة على الصاشي الخراس شوفوا كي تجي ديري بسوشور وهنا ما تمشيش سوشور حتى نتحطيه كي تحطيه داخل كيس باش تشعليه ولا تمشي سوشور تاعك نروحوا للفلفل باش نعطيكم طريقة اخرى هنا يا راح نقسم الفلفل تاعي كيما راكم تشوفوا هذ الصغير منه اللي راح ندير منه طرشي ومنه اللي راح نحطه في الكونجيلاتور نخليه غير للشربة تاع رمضان لخطر في رمضان الحاجة الوحيدة اللي ندير فيها الفلفل باش ينسمهولي هي الشربة فقط لغير قليل وينطح في حاجة مثلا جلبانة ولا يعني لو كان نحطه لتحته ما هوش راح يشدلي شهر كومبلي كيما تشوفوا هنا يستفت الفلفل في الصاشي ونجي باي وندخلها لداخل هنا يا اللي باي تحبي تقصيهم تحبي تخليهم هكي طوال كيما تحبي انتيا ونجبد لهوا بفمي هنا يا ما كيش راح تدوخك ولا زع ما تقولي باللي نجبد نفس بزاف ولا ما حاجة عادية حاجة خفيفة برك شوفوا البنات نفس النتيجة تاع السوشوار هنا كاي اللي يدرتهم بالسوشوار كاي اللي يدرتهم بالباي كاي اللي يخليتهم كيما راهم يعني على حالهم حطيتهم هكا في الدرج كيما را كنت لحظوا شوفوا البيض النجال شوفوا كيف شراه مازال ساحب لهوا هنا يا الفلفل هذك اللي يجبته معاكم كيف كيف الخضر الأخرى خليت منهم اللي يدرتهم ومنهم اللي يخليتوا عادي يعني حتى إذا ما حبيتيش تديري هذك الطرق راح تخليهم هكا على حالهم ورح يبقاوا لك جدد هكا كنت احتفظ بالخضر تاعي تقدروا تتبعوا هذة الطريقة للشهر الفضيل هكا بيش تحافظوا على الخضر تاعكم وخاصة مع الفترة هذي فترة الحجر يعني راح تتبعوا هذة الطريقة ماهما يبقاوش أزواجكم والأولادكم تبعثوهم كل مرة يشريوا الخضر حتى كيت تحطيهم وتغلق الدرج يعطيك منظر يعني حتشوفي كلش كلش مجمول وكيتجي تجب ديكي ثاني نفس الشي كلش منظم كيما أسبق لي وقلت لكم أنا منحبش المنظيمات بزاف الثلاجة ومنحبش نشارجيها بزاف بحواج واحد اخرين وحواج زايدين ذركها جا وقت الغداء ما زلت يعني نكمل خدمة بالصح قلت نحط سع الغداء نتغداو نغدي ثاني الأطفال ومن بعدها يرحمها ربي كيما راكم تشوفوا البنات هنا يا كين فرق شاسع بينكسرها اللي كنت نحضرها من قبل وبينكسرها اللي راني نحضر فيها حاليا وهذا يرجع لنوعية السميد لكن الحمد لله على كل حال المهم الواحد راه هو القاسميد لقى حاجة اللي يطيبها في دويرته ويكلها بنظافة احسن من ما كانش خلاص مع النار أنا في وقت يعني كيما يقولوه هم يضحك وهم يبكي يعني حاجة ضحك وحاجة اللي ما تضحك شوي نفس الوقت وهيليك الكسرها كيما راكم تشوفوا يعني جي خفيفة مش ما جيش خفيفة بالصح ماشي كيما السميد اللي متعودة نستعمله غداية كان مطلوع ولكسرها خميرة سلطة بطراف وسلطة خضرام على سوب بتاع الكابوية كان سبق لي وحضرت معاكم قدمت لكم ولا شاركت معاكم هذا الوصفات شربة ولا حساء الكابوية رح نخليه لكم في صندق الوصف يعني هذ الشربة بزاف مليحة لبنات مليحة للأطفال مليحة لنا وخاصة في الشهر الفضيل يعني نبعدوا شوية على الشربة هذي كليما في نديروها شربة فيك ولا فرميسال نبعدوا شوية على لدام ونديروه هذ الأنواع تاع الشربة ولا الحساء ليكون صحي سواء انت على ديس الحمر سواء انت على الكابوية تاع البطاطة ثانية كنت شاركتكم بالوصفة في القناة يعني نغيرو شوية نخرجو على المألوف ونخرجو بعدو شوية على المتاد بعد ما تغدينا مباشرة وروحت سيقة الدار نحيت هذك العفز خاصة اني هويت الدار وحليت طيق كامل يعني الغبراء عاودة دخلتلي وهذه الخدمة العادية اليومية تاع كل يوم يعني قدم نديرو ميناج قدم ننطفو هذك التنظيف العميق هذك التنظيف الكبير التنظيف هذا اليومي لازم ضروري ماشي كل يوم يعني نزرسقو الحالة ولا نحكوها كبل ليزيس ولا بلومو بصح لازم خاصة عندها اطفال صغار ويسخو الارض ويسخو الحالة بزاف وكيما انا حاليا هددتهم حطيتهم في شامبرتي قلت لهم لي تحرك عنده عقوبة ما ينزهج عياته كومبلي هكذا نكون وصلنا نهاية فيديونا اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله يكون فاتكم ولو بالقليل تعالقالين انا بركان حكم بلاستين رداح ونخليكم على خير في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع السلامة شكرا للمشاهدة